إن شاء الله الإصدارات التراثية إن شاء الله الإصدارات التراثية يلا ثبتوا الإصدارات التراثية والسؤال يقول المرجعية الدينية ودورها في بناء الدولة العراقية تأليف الشيخ الدكتور عماد الكاظمي وهو من منشورات العتبة العباسية المقدسة بسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية راجعه وضبطه أولا مركز تراث النجف ثانيا مركز تراث البصرة ثالثا مركز تراث كربلاء الإجابة الصحيحة يبدأ العد التنازل فيها في هذه اللحظة المرجعية الدينية ودورها في بناء الدولة العراقية من الذي راجعه وضبطه نتصل بقناة المعارف نتصل بقناة المعارف في هذه اللحظة جميل جدا اختيار منفق إن شاء الله ونطلب من عزيزنا أمير في الكنترول أن ينتقل بالاتصال إلى قناة المعارف التابعة إلى قسم المعارف وفي العتبة العباسية ويطلب منهم أن يساعدوا شبابنا في الجامعة المستنصرية ونقول ألو السلام عليكم عليكم السلام والرحمة حياكم الله أستاذ أحمد حياكم الله أستاذ زين العابدين مساكم الله بالخير والعافية والسرور رمضان كريم عليكم وعلى كل أحبتنا في قناة المعارف الله يحبكم شهر مبارك عليكم إن شاء الله وألف تحية لكم من إدارة شبكة المعارف للتراث الإسلامي حياكم الله الشباب في الجامعة المستنصرية اتصلوا بكم لكي يتحدثوا معكم علي تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة حياكم الله نطلب منكم مساعدتنا في حل إجابة السؤال التالي إن شاء الله المرجعية الدينية ودورها في بناء الدولة العراقية تأليف الشيخ الدكتور عماد الكاظم وهو من منشورات العتبة العباسية المقدسة قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية راجعه وضبيطه مركز تراث النجف أم مركز تراث البصرة أم مركز تراث كربلاء نعم هذا الكتاب راجعه وضبطه وضعف هارسة مركز تراث كربلاء كربلاء نعم مركز تراث كربلاء ونتمنى الموفقية لجميع الأخوة في هذا الدور الدور الثاني من مسابقة معارف التراث شكرا جزيلا لهالأستاذ زين العابدين السعيدي نثبت إن شاء الله مركز تراث كربلاء متأكدين إن شاء الله ثبتوا شباب في الكنترول والإجابة صحيحة الله سبحانه وعلا وعلا اشتركوا في القناة